اهلا بحضراتكم من جديد او مشاركة لهم اكتنا في ممتنجرو وده كانت اعداد لبطولة افريكا في 2019 ممتاز في النيجر ربنا كلامنا بالمركز الثالث في البحر المتوسط ومنا خادت احسن حريصة في بطولة البحر المتوسط ورحمة خادت احسن لعبة في بطولة البحر المتوسط شركنا في افريكا في النيجر كان بطولة قوية جدا كان برضو نفس الفلق مشاركة بس تونس وانجولا كانت البطولة من دور واحد ودنا نتغلب على كل الفلق دي واخدنا بطولة افريكا لنشئات خدنا مركز اول وكان طبعا مشاركة كاس العالم كانت تبقى في 2020 بالأسف ظروف الكورونا مشاركة لاش في كاس العالم وتلاغت خلص لانه كبروا بقى خلاص بالزبط في دين احنا على حفاظ على قوام المنتخب فترة حتى كانت الكورونا كان بياخدوا شوية تدريبات بدنية حفظوا عليها واحنا كنا عايفين ان بطولة الشابات هتبقى صعبة جدا ومقوية جدا وهي ده كان الهدف اللي احنا اشتغلنا عليه الفترة اللي فاتت كلها وهم معانا بصراحة من 2018 والاتحاد ما تأخرش علينا في اي حاجة معسكرات خارجية كنا بنطلب موافقين ان هم كان عندهم امل وعندهم يقين ان المنتخب ده يقدر يبقى نواه لمنتخب اول سيدات في مصر ما هو ده بقى اللي انا عايز اروح فيه بس خلينا نتكلم الاول عن الانجاج الكبير الاول احداك لعبت المبران نهية مع انجولة وتصابت رحمة من احد الحلول القوية في الهجوم رحمة محمد لعبت النادي الاهلي وكمان اصابتها باصابة قوية ربط صليبي ان شاء الله تخف وتلحق بإذن الرحمن تلحق من كأس العالم اتعدلتوا مع انجولة في المجموعة برامت كنت الأفضل احنا كنا متابعين كنا نقدر نكسب ولكن هم اللي جابونا وتعدلوا معنا فكان وضع طبيعي الفائد ان نكسبه ولكن قدر الله ما شاء فعل تقييمك للتجربة ايه انت برضو اكيد لك تقييم لهذه التجربة طبعا تجربة انا بالنسبة لي قيمناها ان احنا كان بطولة قوية جدا وتجربة احنا استفدنا بيها في عناصر جديدة كانت لسه دخلة في المنتخب يعني في عناصر دخلت ما شركتش معك في الثلاثين لفائد خالص كده القاعدة بتكبر بالظبط كده القاعدة عندنا بتكبر كلام حدوك بيدينا اندباع ان القاعدة كبر وده اللي احنا عايزين فيه تلعب بنات انا مساعدهم من الفين واربعة عليها بمعايا البطولة براويا انت بسس لمستقبل بالظبط احنا كنا بلعابوا دلوقتي افريقيا بلعابوا دلوقتي افريقيا احنا كنا واخدين تلاتة كينزي ومريم عمر وولوجي دول لكنهم ساعدهم طبعا بياخدوا خبرات اعلى احتكاك اقوى فلما بيزيروا سنهم طبعا الموضوع بالظبط